بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برحب بكم في ورشة جديدة من ورش GFX اكاديمي توت نت معاكم استاذ ويدي المعداوي وورشتنا الجديدة بعنوان ورشة ريكو تحضير الشخصية للتحريك ان شاء الله هتكون الورشة على برنامجين برنامج السينما وبرنامج الماكس هناخد بيزيك بتاع ريجينج بالنسبة للسينما والبيزيك برضو بتاع ريجينج بالنسبة للماكس بس اهم حاجة التكتيك اللي همشي عليه عشان اعرف اشتغل كويس بعد كده في الريجينج تمام فانا ان شاء الله كل يوم خميس هنزل محاضرة او اتنين حسنا هنخلصهم على طول مش هنطول فيهم ان شاء الله زي ما لبيهت برضو جماعة ان شاء الله بازن الله هيكون آآ ارسال الفيديوهات للاعضاء المشتركين فقط آآ وان شاء الله يكون على المستوى المطلوب بالتطبيقات وانا جاهز في الاستفسارات في اي في اي مشكلة ان شاء الله آآ هنبدأ بقى نشوف لما نزلت الشخصية الشخصية الحقيقة انا بدور على النت بالصدفة كده باسم آآ او سري دي كاراكتر موديلز لقيت الشخصية دي لقيت التوربو آآ مش هعافي اسمه ايه سكيود تقريبا ولقيت الشخصية دي عندي فانا حبيتها ارزلها لانها معمولة آآ بطريقة لزيزة يعني فخلي نطبق من هنا ان شاء الله هتلاقي آآ آآ داونلود هتبدأ تنزل من هنا على طول وبعدين اول ما هتنزل هقولك اعمل ساين ان هيكون كده هيكون عندك الملف او آآ ملفك الشخصي او زي الصندوق ان بوكس بتاعك بشكل ده تده تضغط على اسم الشخصية من هنا تنزل لك على طول بعد ما هتنزل لك هتنزل لك آآ آآ عبارة عن ملف مضغوط طبعا لما تيجي تعمله اكستراكت هتلاقي فيه اللي اربع حاجات دي ملفين واثنين فولدرز هتلاقي فيه شخصيات شخصية بمختلف بقى الاشكال دي. ده ده دي خليها آآ وقتها لما نجي نشرحها ان شاء الله. هنيجي عندي ونيجي نفتحه وهيكون ده كده. خلينا نعمل ريسيت. من طريقتين يا اما امبورت يا اما اوبن يا اما تعمله من بره كده. تروح جاي اعمله دراك على طول. تقول له ميرج. قبل ميرج لازم تتأكد قبل ميرج كاني ما عملتش ميرج اهو. انا هجل كده. وشيل ده خلص. اول حاجة اتأكد من كاستم او كاستمايز. لازم يكون مترك. ولازم يكون سنتيمتر يستحسن. هنيجي بقى بعد ما اتأكد سروح جاي عامل كده. لو عملت اوبن فايل هيقول لك بيونتس جديدة اقول لك حطي لك الملف باللونتات بتاعته. الملف ده بتاعته بالانش. انا مش عايزها بالانش. انا او اليونت سيستم اللي عندي اللي انا شغل بيها اللي هي السنتيمتر. فاعمله ميرج. ميرج هينزلهولي بالشكل ده. اعتقد ان احنا كنا المفروض نعمل. ريسيت الاول. وبعدين نقول له ميرج. عشان تنزلي مصبوطة بالشكل ده. نضغط ضغطة كده هتنزل لك على طول. alt w عشان تنزل بالطريقة. طبعا نازل بايز شوية. طيب خلينا نعمل reset. ونقول. هاتلي ده. وعمل له open. open file. اقول لك هو بالانش وانت بالسنتيمتر. هيعمل معادلة. قول له اوكي. هيعمل لك بالشكل ده الشخصية بالطريقة دي. يمكن عندي كارت الشاشة لسه ما عرفتوش. لسه مسلطة بوندوز فهو عامل بس تحسن في حاجة مش مزبوطة كده في الشاشة. المهم خلينا نشوف. احنا دلوقتي هنيجي على الشخصية بتاعتنا. ونفتح اللير مناجر. ونيجي على البي بدو نخفيه. هنختار جسم الشخصية نفسه. ونقول قد بدك انه دلوقتي بجهز عشان ادخلها على الماكس. هيك ده على على الماكس. ادخلها بقى على السينما ازاي. اقول لك والله اقول لك اكس بورت. اكس بورت سيليكتد. بعد ما انا مختار الجسم. وقول له من. واختار الفايل طيب. او بي جي. او بي جي ده احسن. احسن فايل. ممكن يطلع من حيس البوليجونز والفيسز. يعني ما بيعملش مشاكل خالص بين البرامج وبعضها. اوكي. بقول له ايس. وبروح نختار من هنا البريست سينما فور دي. ليه بختار له? هنا طبعا لايت ويف والماية والمود بوكس والريل فلو والكلام ده كله. انا عايز السينما فور دي عشان السينما فور دي مختلف. كل برنامج من دون مختلف. في الاكس والواي والزد. ومعاساته والحاجات دي كلها. بينهم وبين بعض. فلازم اختار السينما فور دي عشان ما اطلع ليش اي مشكلة. اقول له اكسبورت. بعد ما عملت له اكسبورت. انا كنت بجرب قبل مستجل محاضرة. بعمل من هنا ميرج. واقول له اختار له او بي جي. اقول له اوكي. هنا بتاعك هو هتطلع صغيرة شوية. فانا بتاعي هخليها خمس مرات. اكبر خمس مرات. تاني. هنكبر شوية. هنخليها اكبر عشر مرات. تمام. هتنزل لي بالطريقة دي. اوكي. دي بالنسبة للاستراض. اا من البرنامج لبرنامج. جبعنا دلوقتي عملت استراض للشخصية. داخل ماكس وطلعتها او بي جي. عادي خالص. برا. اوكي. انا دلوقتي مش عايز الملف ده في حاجة. هم مرسيت. واجي بقى من هنا. واقول اوبن. هنقول اه الاحسن امبورد. عشان يقرأ لي كده ملفات. حتى ال او بي جي اهو. واجي عند ال او بي جي اللي لم طلعه. عشان بقى اشتغل عليه. هتلع لي. اه انا في الزكاة طبعا مش محتاج اختار بريسيت خالص. من و الى الماكس يعني انا هنطلعه من الماكس وادخله جواه الماكس. يا فاهم ما فيش مشكلة. هنقول. الامبورد. كويس. يبقى انا اه. نسيتاخد العين والشعر مش مشكلة. هنا في الجسم دلوقتي نركز في الجسم بعد كده لما نيجي على منطقة الوجه. لو عايزين نعمل بعد كده برشة على حاجة. اه في منطقة الوجه هنبقى نعملها فيش مشكلة. هنا هنجيب الشخصية المفروض اللي احنا نبدأ بقى نزبط الشخصية ونحضرها. هنيجي عند اديتا والميش الشخصية. هنحاولها كونفيرت و ايديتا والبولي. ونبدأ. نفتح الهيراركي. ونزبط البيفوت بتاعتها. كده. نخليها في النص. يعني. نحاول نخليها في النص بالزبط. عشان تبقى كده في النقطة الزيرو بوينت. بعد كده هنمسك الشخصية ونفتح كلمة الموديفعي. ونيجي عند الفيرتكس. نختار الفيرتكس كلها. ونحط موديفاير اكس فورم. عشان نبدأ نزبط في حجم الشخصية والكلام ده اتكلمت فيه قبل كده. هنمسك الجزم ونعمل. بالحجم المطلوب. شوف انت عايزها كام قد ايه. وخليها بالحجم المطلوب منك. حسب البروجيكت بتاعك. طبعا انت مش هجاب بالسنتيميتر. لازم تكون المائسات طبيعية. بقدر الامكان عشان ما يعملكش مشكلة بعد كده. وعشان المعالجة باعت الرنج در والاضاءات والحاجات دي تبقى معاك كويسة. هنيجي بقى نعمل كده كليمين. انا كده ازبط الشخصية بتاع دي. طيب. نبدأ نعمل لها. على الماكس الاول. وبعد كده هنخش على السلم. اخينا في الدرس ده على الماكس على طول. هنيجي هنا. من اه علامة الزائد ونعمل كونفيجور. ونختار الفرانت والبرسبيكتف. اوكي ونقوله اوكي. بالشكل ده. طيب هنيجي عند ونعمل جديدة نختار الجسم كده ونعمل جديدة هروح الجسم نزلي في الجديدة دي ونسمي وهنعمل نختار نشيل بقى الجسم الاختيار سليكشن ونعمل جيدة ونسميها ونخليها الاكتيف لاير. اوكي. هنعمل الجسم فريز. وقبل من نعمله فريز هنعمل هندغط عليه كده ونعمل عشان نخليه شفاف ونعمل فريز. اوكي انا كده دلوقتي ما اقدرش همسك الجسم بس عشان نحافظ ومغلطش وانا ماسكه. هنيجي هنا عند السيستمز ونيجي عند البايبت ونبدأ نطلع البايبت ده كده لازم نسمي الاول وراح جايين من هنا كده وطالعين فوق بالشكل ده نحاول نخليه في النص اول ما بسيب بلاقي اسم ظهر كده لازم لازم اسمي البيبت ده عشان بعد كده هيريحني اولا ما يكون في كده شخصية في المشات هنسمي يوليكم من underscore gfx الروتنيم مين underscore gfx كده كده وعايز تختار الـ الميل بقى ولا الفيميل ولا الكلاسيك دي حاجة ترجع لك انت دايما محب اشتغل بالسكريطان هنا هتخلي فيه كام صابع والله هتخلي خمسة. الهوى الطوز هتخلي اللينك بتاع الايد عقل الاصابع تلاتة. والفينجرز خمسة. كي انا زبط. وطبقا كان لسه ما ما دغطش جوه. يعني انا ما هدغطش هنا. لو انت تغط هنا هتطلع من سيليكشن طول. هتطلع من سيليكشن وبعدين هتلاقي نفسك بقى عايز تخش في في الموديفية عشان ترجع تاني. فهنا دلوقتي بزبط الشخصية عشان بعد كده ابدأ اشتغل بعلاجة طول. اوكي خلصت كده ممكن اضغط وحاجة كده. قد انا خرجت برا سيليكشن. باجي هنا عند الموديفية لما بختار اي حتة في البايبت بلاقي هنا البايبت اوبجيكت. طيب لو انا عايز بقى اعمل على الهيكل العظمي ده بروح على هتبص تلاقي ايه في حاجات غريبة كده شوية اسمها البايبت وحاجات كده تحتي. طيب لما اكون عايز ابدأ اشتغل بقى اعدل في البيبت ده وكده لازم اخش جوه الفجر مود. كنا بده كنت قلته قبل كده في ورشة اتش تي سي. وابدأ بقى ايه? خلاص. السيكونس بقى اللي هنمشي بيه هعمل نص يعني هزبط رجل دي واقول له خد لي بتاع رجل دي هنا. اوكي? بس قبل ما ازبط الرجل لازم ابدأ ازبط الوسط وابدأ ازبط كل حاجة اساسيات. يعني الكتف هنا اساسيات. عشان حازي بين الكتف ازبط مطقة الكتف دي. وهزبط كمان وضع البايبت نفسه. لو جيت اف تلاتة هلاقي هنا الدياموند. الدياموند دي اهم حاجة اا اول حاجة اللي بتعمل كنترول على البيبت كله. والي هنا هروح جاي. خليها فنص. فنص الجسم بالزبط. لسه هبقتش فنص. بات فنص بالشكل ده بعمل سكيل. بقر. واختار الاسكيل بتاعي هيكون. احنا ممكن نختارها زي ما هي كانت. الوضع ده. واخلي الكوردنات بتاعته. واخليها بشكل كده. كده انا شايف ان الوسط بقى اا يعني تساعه كويس بالحوض عظمة الحوض. هبدأ ازبطها بقى باضغط واجه هنا اروح ورجع شوية. امسك الدياموند دي عشان هي دي اللي بتحكم فيها بحركة البيبت كله. اوكي هيجي هنا. الرجل بقى نبدأ نحطها في مكانها مزبوط. اوكي دي نعملها سكيل شوية عشان الربا دي تخش شوية. تمام. ضبط كليك على رجل دي. واجه افتح قائمة القبي اند بيست. هعمل نيو كليكشن كريات كوليكشن. وهتسمي كوليكشن ده اي حاجة. هتسمي زي ما انت عايزه بقى. هتسميه لج مسلا. متقول البوز البوزشر هنا يعني شكل المنطقة اللي انت مختارها. طيب تمام خلينا نزبط الصوابع. كلها كويس نزبط اللي كويس وبعدين نبدأ نعمل كابي وبيست. ايو انا عملت كابي من قدام او زبطت البوزشن بتاعهم من قدام هياجي تحت. واجاي. زبطها في نص الرجل في الزوت. بوتيت بوتيت. انا عمل سكيل. هنشوف هنا المفروض ان هو لابس الشوز بقى. بتاعه او الحزاء بتاعه. وفضل هما لما بيجي بيتحرك المنطقة دي بتالتاني. تمام? عشان تالتاني لازم. اشوف التانية بتاعتها تكون فين. ولكن مسلا هنا في المنطقة دي. المنطقة ديها التاني كده. نمسك بقى الصوابع. انا مش شايف الصوابع دي كلها لها لازم طالما هو رجليه مفهاش صوابع يعني مش بينه ولا بالشوز بس فانا مش محتاج كل ده. فانا ممكن اخش على الفيجر مود. واخش على الستركشور. واخلي التوز او الفينجرز لينك وان. والتوز واحد بس. توز لينكس وان برضو. اخلي دي حتة واحدة. اخلي دي حتة واحدة. اخلي دي حتة واحدة. لنفعل ذلك. اخلي دي حتة واحدة. وانه نجد كبير. هذه الحتة اخلي دي حتة واحدة. لنضع. اخلي دي حتة تقدم. ماشي. كده تمام. خلصت الرجل. double click على رجل كلها. وباجي هنا عند copy and paste. هقول له. copy butcher. ولو جيت تغطي على paste offset. هتبوصت لقي ما عملش حاجة. لازم تروح جاي. double click كده على البابزت بتاعه. او رجل التانية. تقول له. paste. بوشر. double click. copy. paste offset. لو انا شايف هنا هلاقي الربا مش مزبوطة. فانا هيجي. عند. هطلع فوق. عشان ازبط الوسط. كده تمام. بس هحتاج لنا اطول شوية الرجل. دي ودي. فهاجي هنا على سكيل. واجي هروح. اشوف كده ايه اللي مطلوب. اجي نروتيشن. اجي نروتيشن. اجي نروتيشن. اجي نروتيشن. اجي نروتيشن. بحيث ان الرجل تبقى جوا المفصل بالزبط. اطلب كليك. ثاني. اجي نروتي. copy. اجي نروتي. اطلب كليك هنا. paste offset. كده اللي خلصت. اخش بقى على بقية الجسم. هتدي بقى تعمل فت شوية للعظم بتاعك. كل ده. هيقصر شوية. عشان الكتف يبقى في مكانه. دي هتوسع. هنسك دي والنزل رجع كده ورا. لكن لازم يكون الهيكا العظمي داخل الجسم بالزبط. يعني داخل في نص الجسم بالزبط. وكل عظمة من دول في نص القادمة بتاعها بالزبط. إشترك. وكل عظمة من دولارها. كده. كده. همه. defens يا لازم. تآشة. كده. ودي كده عشان نبدأ ندخل عظم الدراعة في الدراعة نفسه. زي ما قلنا قبل كده برضو هنعمل دراعة لما نخلصه نبدأ نعمل لبعده. عن طريق القوي اند بيست. ده هيروح شوية. ويطلع فوق. زي ما انتشاف انا يعني كل انا بعمله حاجة بسطة خلص. روتيت وسكيل وموف. روتيت وسكيل وموف. فقط لانا بحط العظمة في مكانها. مش اكتر من كده. طبعا لو انت شايف عايز ريسورس ازا عندك. بحيث تتعرف برضو الهيكل العظمي بتيجي مسلا على اي محرك بكس. بحس ولاكن زي كوجل. وتقول مسلا على الصور. وتكتب مسلا هيوما. هيك العظمي بتاع الجسم البشري. لو احنا جدنا الصورة دي. بحرفتي بوز. عشان تبقى واضحة برضو. هتبصر تلاقي الهيكل العظمي عندك. بالشك ده. اوكي. لازم يكون فيه كدف. لازم يكون فيه كوع. لازم يكون فيه دراع. عندك العمود الفقري. او الاسباين. لو احنا جدنا صورة زي دي مسلا. هنبصر نلاقي ان هيك العظمي. داخل الجسم بطريقة معينة. يعني لازم تكون العظم مالي الرأس بالشاك ده. عشان تبدأ تحرك. الشخصية اللي عندك. معموله فت. معمول هو المش بتاعي. برضو بقدر امكان كل عظمة من دول بقدر امكان يعني معمول لها داخل المش بتاعي عشان اقدر احرك الشخصية بتاع دي. هنبدأ نيجي بقى هنا عند. هنقول له طب. زد. هنشوف عظمة الكوع مكانها ولا اه لعناها اه مش محطوطة مكانها دي عايزة تكبر شوية. روتيت. هنتركت في النص. دي عايزة برضو تعملها تصغر. بتقيلة بعد نزد عشان يجيب لي احسن زاوية رؤية. هيبقى نكبر شوية. نعمل الفيتنج بقى العظم بتاعيك داخل مش بتاعي عشان بعد كده لما باجي اعمل اه سكننج لي ما اخدش وقته ما ما اخدش وقت كتير فيه. يمكن الدروس هتبقى طويلة شوية لان انا عايز اعمل كل درس كامل منفصل. يمكن هيكون اكيد يعني حجمها كبير شوية في الداونلود. نمسك بقى الصوابع. طبعا انا اه دلوقتي اعايز اخش على الستركشورز. وخلي الفينجرز. خليتهم خمسة بس اللينك بتاعهم بتوع الفينجرز مفروض يبقى تلاتة. دابل كليك. هنا عشان ابدأ. اه من اللوكل. خلي هنا. ممكن اكبر. الحجم بتاع الكاف اليد هنا. يعني دايما انت بتكبر حاول ما تخليش الكاف برا. او عضم الكاف ده. ما بقاش برا اليد قوي. خلي بمساحها مناسبة. طبعا داخل السبعة بالزبط. خلي انا نكبر في كل الاتجاهات. شوية. روتيت. طبعا كل واحد عارف برنامج بتاعه الشرط كات بتاعه. يعني الماكس خلاص معروفة ال W وال E وال R بيعملوا ايه خلاص. موف روتيت سكيل. انا برضو يمكن في الفترة دي بركز شوية على عشان اه اغطي بس طريقة الريج كلها. من حيث الكات او بنظام البيبت او بنظام البونز حتى. وهي كده كده اصلا موجودة على نت كتير. فانا مش حابب يعني اعمل ورش تقيلة قوي فيها. انا هي مليانة على النت يعني. فانا بس حابب اوضح للناس اللي برضو. مش ما بتعرفش عرق يعني انجليزي كويس. حابب اوضح لهم الفكرة يعني. بحاول دايما ان يكون العظم بتاعي في المنتزف بالزبط. نعملها في تنج داخل العالة. اكتر حتة بتعمل اه بتاخل منك وقت هي حتة الدراع. اه والايد اه كف الايد وصابها. دي اكتر حتة عشان دايما بتبقى مليانة تفاصيل يعني. وخصوصا ان مجال الشخصيات عموما مجال اعتبر هيفي شوية. بتفاصيل ولان فيه تفاصيل كتير سواء المدلنج او الميشن او الريجنج او كلام ده. محتاج اظهر الميش او الفيسيز. عشان اعرف. الا الله فين بادي افين ونهي افين. اوكي نرجع بقى تاني ناخد بقى كله. او خليدي شوية كده. دي هم فتوقفوا. او خليدي شوية. كنت دارس تشريح. تحس ان مطع يعني. لو انت مش دارس تشريح هتتفرج على دلوقتي. وانت يعني مش فهم في ايه. يعني مش معنى اللي بعمل كده يعني. فياريت لو انت مش دارس تشريح وعايز تخش في الريجنج. مهمة جدا متقدرش تعمل اصلا من غير ما تدرس تشريح كويس الجسم البشري. دي حاجة مهمة حبيت الفة النظر لها برضو عشان الناس تبقى فهمة الموضوع. ماشي زي. اما تحب تمسك السوابع كده وتد تاني. لو ده بتكليك بتعمل لها روتيت. احنا عاملين المفاصل هنا بعيد شوية عشان لما يجي اتني الصباح هتبصت لقي المفاصل هنا. ده اللي ماسك الصباح كله. فهو كده مزبوط. يمكن هزام اقولي عن اللي نفعني شوية في موضوع التشريح ده. هو الكلية. مجال دراستي. فممكن تعمل ريسيرش. عن مصادر كويس قوي. يعني ممكن تعمل حاجات حاجات كتير. بديفات. مثلا. بحس عادي. عندك ده بقى كل ده بديفت. تقدر ترجع لها. ما فيش اي مشكلة الاطلس. اف هومان اسكليتون. الاناتومي. ما فيش اي مشكلة الاطلاع. ستضع العلقة مزبوط. وتأكد انها بقدر امكان وضعها كويس. غير مستقبل. في السكينينج بعد كده. مساك عدم واحدة قد اعمل روتيت. ده بكليك عشان افرد صباح كده مع بعض. ده بكليك تاني. اهم حاجة تبقى كل عقلة كل مفصل عقلة في مكان المفصل بتاع الشخصية المزبوط. عشان المفصل ده لما يجيت ندريعه هيتني الصباح. ما ينفعش هيتني الصباح بطريقة ما تكونش تشرحين غلط يعني. اهو ده ما فضي طول شوية كده. ده ما فيش منه مشكلة يعني. حتة دي. لو طويلة شوية ما فيش منها مشكلة. الاخيرة يعني. الهوالي الاخيرة. نعمل فت. نعمل فت. الاخير صباح. نبدأ وندي مكانه. داخل الصباح. نمسك واحدة ونعمل فت. نمسك واحدة ونزلها مكانها مصبوط داخل الصباح. ضروري قوي تستخدم الفيوبورتز بتاعتك كويس. عشان تقدر تتحرك كويس بالزات في الشخصيات. لان انت شايفت تفاصيل. يمكن لأول مرة حد يشوف كده هتلاقي فيه تفاصيل. شوية كتير عن المعماري. المعماري ما فيش تفاصيل يعني. الشخصيات مليانة تفاصيل. نعمل فت. نعمل. في النص. بعد كده هنعمل. سكيل شوية. انا شايف ان هي عند الواي شوية كمان. وهي عايزة روتيشن شوية كده. اعتقد ان اقيد كده خلاص بس. دي كانت تروح كده ودي تنزل تحت شوية. اعتقد الى حد كبير. ماشي تمشي. اوكي. ماشي مشكلة خلاص. دابل كليك. كانت فيه احسن من كده بس خلاص مش مشكلة. دابل كليك وبعدين اجي هنا. انا كابي. هتبوس تلاقي الدراع اللي انت مختاره احمر. باجي على ده. قول له. بيست اوبزت. دي ما انا خلصت الجسم كله ما فاضلش الا. النك او الرقبة بتاعتي. باجي كده وحطها في مكانها المزبوط. طبعا دي في حاجات في سابتة. وفي حاجات يعني ما ترفعش تحرك. وفي حاجة تتحرك. الحاجة اللي هي زي حطها في الحتة انت عايزها المناسبة يعني. زي الرقبة يعني. او تعمل الاسكيل زمن تعايز. الفو كمان. او كي. كمبر. روس. مش دروع تطلع برق اسم اوي. و لو عايز تتزبط الشيب بتاعها شوية ما فيش مشكلة يعني. انت ممكن تيجي هنا عند قيمة المدفايرز. وتقول له حط لي ايدت بولي. اوكي. وتيجي هنا بسا عند الفيرتكس. وعايد ما حامش هيقول لك لا يعني. بتطلع فوق شوية كده. وعادي كده دول تضعف قدام. دي حاجة بقى هرجعلك. انت بقى تزبط. زي ما انت عايز. بقى ضعف ايدك. حسب رؤيتك انت الشخصية بتبدأ تزبط الشخصية بتاعتك. بقى تزبط الشخصية. طبعا الراس دي يعني فيه اوقات كتير. الاستوديوهات. بتشيل راس دي خالص. يعني بتشيل بتفصل الراس. وبتشيل الجومجومة دي او العظم ده. او البايبت ده. اللي خاص بالراس. وبعدين بتبدأ تعمل بتعمله فري بونز يعني. وده وده المزبوط يعني. فري بونز وبعدين بتبدأ تعمل عليه اللي هي عايزة بقى خلاص يعني. احنا بقى ان شاء الله نعمل ورش بعد كده. نتكلم في تكنيك بتاعها ان شاء الله. مش ضرورة بقى كل ده. خلاص. كده يعني هندنا زيادة عن حق شوي. اوكي. العظم بس هيحتاج. اه شوية. سكيل. بس. ايه دي الموضوع. الموضوع بسيط خالص. بس مجرد انت تحط بس العظم داخل المش كويس. وانتهى الموضوع على كده. طبعا احنا هنا هنبدأ بقى نمسك الجسم نفسه. نحضر بقى المحاضر اللي بعد كده. هنمسك نشيل الفريز. هتلاقي نفسك كده تمسك الجسم. الت اكس. عشان الجسم يرجع لطبيعته. اف اربعة. هبصت تلاقي الهيكل العظمي داخل الجسم. لو احنا جينا عملنا هيدلي البادي. هتلاقي الهيكل العظمي بش كده. تمام. هنمسك الجسم. ونيجي على قائمة ونعمل اسكن. اسكن او فيزيك او يعني في كزا حاجة ممكن تشتغل بيها. بس هي اسكن والفيزيك دول الكويسين. الفيزيك بيزيك بداية شوية. بس ممكن تاخد من المنتجة كويسة في شخصية زي دي. اه مفهاش مشكلة يعني. يعني مفهاش تفاصيل كتير. مفهاش حاجة دي مسلا. مش شاي لسلاح. مش شاي لادوات الكلام ده. الموضوع بسيط. انما الان حابب لانا دايما بشتغل بالاسكنج. لانه مور شوية. هتيجي عند. الايد. هتلاقي المان. هنا الشخصية بقى شايف. يعني لو انت عندك شخصية هتبصت تلاقي كل ظهر عندك هنا. طبعا باسم بيب وان وبيب تو كلام ده فقط مش هتعرف الشخصيات من بعض. فده يمكن من اهم الاسباب اللي انت لو انت عندك شخصية. او بلاو حتى ما عندكش المفهود تنسان من الروت بتاع اللي في الاول اللي احنا كنا قلنا عليه. متركمة كده على طول او متسمية كده على طول وبعد كده كل حاجة بالنسبة لها. طبعا انت هنا بتعمل شيفت سيلكت بالشاك كده. لو انت جيت بقى خد بالك النظام اللي بيبد مختلف شوية. التر دابلو يعني بتمسك الرجل نفسها العظم النفسه بتبدأ تحركه. شايف انت هنا هتشوية يعني عيوب كده هنبتدي نصلحها بال الاسكن ان شاء الله في المحاضرة الجاية السلام عليكم مطمئن 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 شكرا